شكاشي أخ ما عليك يا جماعة تأثير المقدمات يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية أودا يا جماعة مازال مستمر في إنه يخليني أصير شبيح أكثر وأكثر لأنيمي وان بيس وصراحة صراحة يعني وان بيس يستاهل وان بيس يستاهل ورب الكعبة ومثل ما قال أبوي وحبيبي وعمي وملك الملوك اللحية البيضة وان بيس را جيتزايس را زبطتها لا أواعديني يا جماعة الوجيه الوجيه يقول كذا آه الوجيه يقول كذا دنيا الدنيا تغير اللي ما يتغير وان بيس يا جماعة قصة ممتعة جدا ومغامرة كل ما لها تصير أكثر إثارة شخصيات جديدة كل ما لها تضاف للقصة والعجيب إنه معظم الشخصيات مكتوبة بطريقة جدا مرتبة نادر جدا تلاقي شخصية جديدة ومهمة مكتوبة بشكل تسليكي يعني كل شخصية جديدة مهمة يقدمها أودا يكتب لها فلاشباك ابن ستة وستين فلاشباك وعلى قدر عالي جدا من الثبات شكاشي وقبل ما نبدأ وندخل فيه الانطباع ونأخذه ونعطي لازم تعرفون يا جماعة إني صرت أشوف وان بيس على شكلين أو على مسارين مسارين قد لا يلتقيان أبدا ولكنهم انطلقوا من مكان واحد اللي هو عقل الكاتب المجنون والعبقري أودا واللي جالس يقدح من راسه ولا عليه فأحد وعلشان أفهمكم بقصدي إش هي المسارين اللي صرت أشوف فيها وان بيس خليني أرسم لكم خطين هنا في الشاشة عشان تفهمون أكثر عندنا أول شيء المسار الرئيسي واللي هو فيها القصة الرئيسية والأحداث الرئيسية واللي هي الجزء الأساسي لأنيمي وان بيس وفي هذا المسار يا جماعة فعلا أودا يبرز عضلاته ويوري قد إش هو كاتب جدا عبقري وعادة أحداث المسار الرئيسي هذا تتسم بالجدية وبعيدة كل البعد عن الكوميديا والاستهبال تماما وفيها قدر عالي جدا من الكتابة الإبداعية والبناء المرتب والمعقد في نفس الوقت سواء على نطاق القصة أو الحوارات أو الشخصيات أو الترابط العجيب اللي حاصل في وان بيس هواكه الشيطان والتعريف فيها الهاكي أسرار البونغليف إرادة الدي أسرار حكومة العالم إجابات الأسئلة المعقدة وكشف الأسرار اللي كل فترة يطرحها أودا وغيرها من الأشياء اللي فعلا بمجرد ما تتابعها تعرف إنه هذا هو وان بيس هذا هو العمل اللي أصلا قاعد يكتب أودا هذا هو أودا المجنون فعليا بمجرد ما تشوف الأحداث في هذا المسار يبان معاك إنه كل شي مكتوب في المسار هذا أودا كتب وبكل عناية وحط فيه جهد كبير جدا وفي هذا المسار يا جماعة أو المسار الرئيسي أنا مرة مرة أنبسط وجيني نشوة ماهي طبيعية يا جماعة وأيا كانت الحالة المزاجية اللي أنا فيها بمجرد يجي حدث من المسار هذا أنا أصحصح وأفتح عيوني ومخي لأبعد حد مثل لما بدأ أودا يعرف الهاكي ويتعمق فيها أكثر يكلع أم الحماس مثل لما عرفنا مين أبو لوفي ومين جد لوفي يا ساتر يا الحماس ومثل لما عرفنا حقيقة كومة وتفاصيله يا رباه لحظات كثيرة أودا سردها في المسار الأول هذا كانت جدا جدا رائعة وأسطورية شكاشي وبشكل عام لحظات كشف الأسرار أصلا في عالم وان بيس من أجمل وأروع الأشياء في هذا العالم ومن أقوى نقاط قوة وان بيس أصلا بعد كذا يا حبيبي خلصنا المسار الأول وشفنا إش الأشياء اللي يتسم فيها الجدية والجمال والكتابة الإبداعية والرواقان عندنا المسار الثاني أو المسار الثانوي مليان ترفيه مليان تسلية كوميديا وسبها الليلة وأحيانا أشياء ما لأمها لزم واللي لاحظت في المسار الثاني هذا أودا يكتب الأشياء اللي فيه بشكل عشوائي تحسوا كذا جالس يستعبط ويرمي الأشياء اللي ما تهموا فيه كأنه يقول لك هاي أنا أعرفكتب وإنت عارف أني أعرفكتب وكل الونابس حول العالم عارفين قدي إيش أنا مبدع وأعرفكتب بس فيه أحداث وشخصيات ما تستحق أني أبذل فيها أي جهد وبزحلقها لك بطريقة أو بأخرى لأنها مش مهمة فيه المسار الأول فيه الأشياء المهمة هناك هناك ما راح يلعب أودا هناك راح يطلع لك عضلاته إلى الآخر ولو بضرب مثال من الحلقات الأخيرة على سبيل المثال من أرك دريس روزا زي كيف أوسب هزم شقر بالطريقة الغبية هذيك وخلتها تفقد الوعي حدث تسليكي قد يجد له البعض مبررات وقد لا يجد له البعض أي مبررات ويرموه مباشرة في المسار الثاني وزي كيف بيبي فايف سحبت على أم دوفلامينغو وبعته بريال علشان تتزوجها ذاك كمية فوضى في المسار الثاني يا جماعة غير طبيعية وكمان القتالات الجانبية اللي ما راح تضيف أشيء الكثير للقصة موجودة في المسار الثاني والسخافات والنكة التافهة والفان سيرفز والسباح الليلة اللي نشوفها ما بين فترة وفترة وصراحة يا جماعة أنا عادة في هذا المسار المسار الثاني إما يجيني النوم ولا أطفش ولا تلاقيني كذا أتابع تحصيل حاصل وكمان برضو يا جماعة علشان أكون منصف وما أظلم المسار الثاني تماما بعض الأشياء في المسار الثاني للأمانة مرة ممتعة ومسلية ومضحكة وتخليني أفتص ضحك وأنبصر أوكي هو مسار عشوائي والكتابة فيه سريعة شوية بس للأمانة فيه أشياء جيدة وممتعة ومضحكة ومسلية زي ما قلت اللي بقول لكم يا جماعة إنه فيه تباين ما بين المسارين هذه واضح جدا كمية الجدية والإبداع والكتاب المتقنة في المسار الأول أو المسار الرئيسي أنا غصبا عني أعطيها عشرة من عشرة ومن دون ما أفكر أصلا والجدية والجريء أو كشف الأسرار في المسار الأول هو نفس اللي كتب السبهللة في المسار الثاني طيب سؤال يا وجيه هل الأشياء اللي تصير في المسار الثاني أو هل المسار الثاني بيخليك تسحب على وان بيس أوف كورس لا أنا عندي قصة رئيسية عندي مسار أحداث رئيسي وشخصيات أساسية تهمني جدا وكل ما لو يزيد فضولي أكثر إني أتعرف عليها وأعرف عنها أكثر فأيا كان الشيء اللي يحصل في المسار الثاني بعض الأشياء عجبتني فيه وانبسطت فيها للأمانة كان لها دور مهم جدا في التعرف على الأمور الجانبية اللي حاولي يوصلها لي يا أودا وبعض الأشياء في المسار الثاني للأمانة ما كان لها أي فائدة وممكن حتى سامجة وعندي عليها ملاحظات كثيرة حلو الكلام؟ حلو الكلام وان بيس بالنسبة لي مسار رئيسي للأحداث المهمة وأحداث وان بيس الحقيقية ومسار ثاني للأحداث العشوائية والعادية واللي ما لها لزمة وأحيانا ما يكون لها أي مبررة طيب أقول لكم حاجة يمكن تصدمكم يا والله العظيم أنا مستحيل أتقبل وان بيس بعد كذا بدون المسار الثاني لو قالوا يا وجيه خلاص نحذف المسار الثاني ونركز على المسار الأول بقول لهم لا أنا مرسوط بالاثنين وبالنسبة لي للأمانة الجدية والغير جدية صارت جزء لا يتجزأ من وان بيس ومن دونها للأمانة راح يفقد وان بيس الكثير من بريقه والمتعلفي هيتصدقون يا جماعة أنه كل الكلام اللي قلته هذا كان مقدمة تخيل شكاشي هبلنا لايك للفيديو لو أعجبك واشترك في القناة لو ما كنتم يشترك وفعل جرس التنبيات عشان توصلك فيديوهات أول بأول وتعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وتويتش وقناة الألعاب والقناة الترفيهية بشكل عام موجودة في صندوق الوصف غير كذا يلا بينا نتكلم عن وان بيس من بعد حرب المارين فورد وإلى نهاية أرك دريس روزا خلصت حرب المارين فورد على خير يا جماعة لا والله ما هو على خير يا وجيه تستهبل انت شكاشي أنا أشوف يا جماعة قفزة السنتين اللي حصلت بعد حرب المارين فورد من أجمل الأشياء وأكثر الأشياء الذكية اللي سواها أودا الآدمي كان عنده فرصة للحلب الحميد والمرضي كان يقدر يمطط في الأحداث ويسوي أركات كثيرة خلال السنتين هذه بس إنه قرر يقفز ويشوت أحداث السنتين في لمحة عين خلاص يا جماعة احنا راح نغيب سنتين كل واحد يطور نفسه ونتقابل بعدها في أرخبيل شابوندي إن شاء الله فأنا أشوف قفزة السنتين هذه واحدة من أجمل وأروع الأشياء اللي عملها أودا وأنا متأكد أنه بيكون فيه فلاش باك أكيد لبعض الشخصيات ولتطورهم خلال السنتين هذه لأنه للحين فيه أشياء حصلت خلال السنتين تحتاج توضيح مثل كيف زورو فقد واحدة من عيونه وإيش عملت روبين مع الثوار وغيره خلوا عين زورو على جنب يا جماعة تفسيرها قد يكون أمر هين بس أنا أعتقد يا جماعة إن جلسة روبين السنتين هذه كاملة مع جيش الثوار ما كانت مجرد جلسة وحطت رجل على رجل أبدا بالذات إنه روبين عندها اهتمام جدا كبير في التاريخ المفقود واللي من شأنه يزعزع حكومة العالم ففي هدف مشترك واضح وصريح ما بين جيش الثوار وما بين روبين وأنا متحمس جدا جدا إني أعرف أكثر عن إيش سوت روبين خلال السنتين هذهك طيب يا جماعة خلونا نتكلم كده بشكل سريع عن الشخصيات بعد سنتين صراحة أكثر واحد أطربني لحد الآن بعد السنتين هو لوفي فعلا لوفي التطور واضح عليه والهاكي الملكي مسوي شغل يا لطيف زوره فقد عينه لأسباب مجهولة ورح تتفسر مستقبلا ولكنه صار قوي وسانجي تعلم مشة القمر غصبا عن خشمه علشان يفقع من الخوالات هذولي كلفديك الجزيرة شبر نامي فرانكي بروك كل واحد منهم طور نفسه خلال السنتين بالشكل اللي يخدم الطاقم ويساهم في تطويره وصراحة يا جماعة تقديم الشخصيات بعد السنتين كان من أرواع وأجمل وأرهب الأشياء صراحة وفعلا السنتين ما كانت مجرد سنتين وعدت كده بسهولة أي نعم بالنسبة لنا كانت مجرد شوية حلقات بس الأثر اللي كان على طاقم لوفي بعد السنتين رائع جدا فعلا لما شفناهم أول مرة بعد السنتين قلت إيوا هذا الطاقم الآن نقدر نقول لهم انطلقوا إلى العالم الجديد بكل راحة بس اسمحوا ليعقب على جزئية مهمة يا جماعة وهي الذوق الخرى وآسف على الكلمة اللي عند فرانكي فرانكي للأمانة من شخصيات رهيبة واللي ضحكني صراحة شكاشي أنا أباك تتخيل إنك بتركب سيارة فراري ولكن الهيكل تبع سيارة الفراري هذه من تصميم فرانكي راح تشوف سيارة بمحركات فخمة وقوة وعزم وشي مو معقول بس تعال على التصميم بتشوف تصميم هيكل السيارة من بره فوضى ويا ساتر هذا هو فرانكي بالنسبة لي ذكي وعبقري في تطوير الأسلحة وتطوير نفسه ولكن عند ذوق الله وكي لكم ولا أقصد سفينة ساني والأشياء اللي يصممها لا أقصد الأشياء اللي يطورها في نفسه في مظهره الخارجي شكله فوضى ويا ساتر والعلمكم هذي مي سلبية بالعكس أنا شوف إنها حاجة مرة واقعية وكتبها أودا بطريقة رهيبة إنه مو شرط علشان تكون مصمم ومطور وصانع ومخترع يكون ذوقك كويس لا إنت تعرف تبني وتطور وتصنع أسلحة بس ذوقك زبال ويطلع شكلك زي كده ومثل ما توقعت يا جماعة كوما طلع فعلا أرسل كل شخصية من شخصيات طاقم قبعة القاش إلى جزيرة معينة لأهداف معينة والوصول لمستوى جديد لكل شخصية نامي راحت لجزيرة تطور فيها مهارات الملاحة بلا 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 زورو راح تدرب مع ميهوك ويا لها من فرصة ما يحلم فيها زورو فرانكي راح مختبرات فيغابانك سانجي راح لجزيرة الخبلان هذوليك طور عنده مهارتين المهارات القتالية ومهارات الطبخ شبال راح لجزيرة وطور مهاراته الطبية فيها وبروك كمان ضرب عصفرين بحجر طور نفسه وصار مشهور وصار غني فاللي بقول لكم يا جماعة أنه كل واحد من الطاقم طور نفسه بالشكل المناسب إلا أوسب الله يهب لك يا أوسب شوية شجاعة أوكي طور نفسه طور مهارات القنص والأشياء ذي بس ما أبه شجاعة يا جماعة الله يهب لك شجاعة ما في فاكهة الشجاعة يحطها في فم أوسب نخليه شوية يصير شجاعة أشغالنا أشغالنا أنا في أشياء ثانية يا جماعة حصلت بعد الحرب أو بعد السنتين لازم أعقب عليها لأنها مرة مرة كانت مهمة بالنسبة لي وبالرغم من أنها كانت لحظات قصيرة إلا أنها كانت جدا مؤثرة أول حاجة يا جماعة كوما غير أنه أرسل لوفي وطاقمه إلى جزر متفرقة جلس فترة طويلة يحمي سفينة ساني في أرخبيل شابوندي المشهد هذاك يا جماعة لما فرانكي وصل للسفينة وشاف كوما جالس قدام السفينة مشهد رائع رائع جدا والله زعلت على نفسي أني جاوزت هذاك الفريم كده بكل بساطة ورجعت شفته مرة ومرتين عموما حماية السفينة بواسطة كوما ما أتوقع أنه شيء كده تم من الكيس أوكي فيه تنسيق وبرمجة بينه بين فيغابانك بس برضو أكيد فيه توجيه معين لكوما بواسطة دراغون أو الجيش الثوري وأعتقد والله أعلم أنه دراغون أو الجيش الثوري لهم فائدة من تطور لوفي وطاقمه سواء هذا الشيء تم علشان لوفي ابن دراغون أو لأسباب أخرى الله أعلم إش هي بس اللي لاحظته أنه الجيش الثوري حريص كل الحرص إنه لوفي وطاقمه يصيرون أقوى إيش السبب بالضب؟ لما نشوف ثاني حاجة يا جماعة وهي شانكس 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 يا جماعة الخير شانكس شانكس لو إنه ما يسوي أي شيء في الأنيمي بعد الشيء اللي سواه هذا أنا أشوف إنه سبب كافي إنه يخلي هذه الشخصية واحدة من شخصيات المفضلة وأقصد لما أخذ جثة اللحية البيضة وجثة إيس وراح ودفنه آخ يا جماعة آخ يا روعة الحدث إيش الحدث الرهيب هذاك؟ جمال المشهد جمال الحوار جمال الخطاب كل شيء في هذاك المشهد كان جدا رائع بالرغم من إنه شانكس واللحية البيضة أعداء إلا إنه كان بينهم احترام وتقدير عالي جدا مشهد رائع وجميل ومبادرة يشكر عليها شانكس صراحة وبيني وبينكم يا جماعة شانكس أصلا تحس إنه أودى رسمه وكتبه كذا علشان يكسب احترام كل شخصي شيء قدامه سواء أنا وإنت سواء لوفي وطاقم وسواء القراصنة سواء البحرية الكل يحترم شانكس سواء من ناحية الكتابية والتصميم بالنسبة لنا أو من ناحية وجوده وأثره داخل القصة يا عمي قالوا للمتابعين إنه اليابانيين مسوين قبر حقيقي للليحية البيضة وإيس في أفخم من كذا؟ أتحدك شكرا لمن؟ شانكس ريلي ريلي عز الله عزك يا ريلي ريلي يا جماعة للأمانة ما قصر مع لوفي ولكن في عبارة يا جماعة ذكرها ريلي عن شانكس أنا ما أدري كيف مرت علي مرور الكرام شانكس يا جماعة لما قابل ريلي في شابوندي قبل ما يروح للعالم الجديد يده كانت مقطوعة وما كان عنده قبعة القاش لأنه أوريدي أعطاها لوفي ويبدو إنه في عبارة معينة إذا قالها أحد معناته إنه هذه إشارة واضحة وصريحة إنه هذا الشخص رح يكون مهم جدا العبارة هذه ما أدري إشيية ولكن قالها روجر وقالها من بعده شانكس وقالها من بعدهم لوفي والرابط المشترك بين الثلاث شخصيات هذولي روجر وشانكس ولوفي إنهم كلهم لابسين قبعة القاش المتابعين جلسوا يطقطقوا علي في البث وقتها ما راح أنسى لما قلت إنه شانكس راح يمرر إرادة روجر إلى لوفي بس ترى حرفيا الموضوع بالنسبة لي ما زال كذا وراح يضل كذا إلى أن يثبت العكس روجر مرر حاجة معينة إلى شانكس لأنه شاف في شانكس شيء معين شانكس مرر إرادة روجر وإرادته إلى لوفي لأنه شاف في لوفي شيء معين شاف إنه لوفي نطق هذه العبارة المجهولة اللي نطقها قبل روجر ونطقها قبل شانكس وهذا إن دل على شيء فهو إنه في مؤشرات معينة بمجرد ظهورها على شخص معناته إنه الشخص هذا رح يكون ذو مكانة عالية في العالم الجديد طبعا غالبا قبعة القاش هي مجرد رمزية ولكن أنا متأكد جدا يا جماعة إذا مسار القصة بهذا الشكل ممكن يكون فيه شخص قبل روجر مرر الإرادة هذه وسمع العبارة من روجر ويا عالم كم فيه شخص قبل روجر كان يحمل نفس الإرادة أو نفس العبارة المجهولة هذه أنا أعتقد يا جماعة أنه العبارة اللي قالها لوفي وخلت شانكس يحطه تحت المجهر أو يركز عليه ويعرف أنه هو الخليفة أو الشخص اللي بيشير قبعة القاش بعد كذا هي نفس العبارة اللي عملوا لها ميوت لما كان لوفي وإيس وسابوا واقفين كذا قدام البحر وكلهم قاعدين يصرخوا لوفي لما صرخ ما قالوا إيش الصرخة اللي صرخ فيها وإيش العبارة اللي قالها فغالبا وأعتقد أنه هذه هي العبارة اللي خلت شانكس يقول أنه لوفي هو الشخص المنشود وعلشان كذا قال أنا راهنت بيدي على العصر الجديد عاد إيش هي العبارة؟ الله أعلم وعلشان لا تفهموني غلط يا جماعة لما أقول تمرير الإرادة مش معناته أنه يحطها في ظرف ويرسلها مع فيديكس معناته أنه الشخص اللي يكون في منصب ملك القراصنة أو على الأقل يكون عنده القدرة أن يصير ملك القراصنة مثل اللي هي البيضة في مرحلة ما إذا شاف مؤهلات وعلامات على شخص معين رح يدعمه ويساعده وممكن يعلمه عن أسرار معينة بحيث تساعده أنه يكمل مسيرته في العالم الجديد ويرث مكانته مثل ما روجر دعم شانكس ومثل ما شانكس دعم لوفي ولو فيه مستقبل بعيد لعالم وان بيس ممكن كمان نشوف لوفي يمرر هذه الإرادة إلى شخص من بعده إذا شاف الإشارات المعينة وسمع العبارة المعينة اللي قالها روجر وشانكس من قبله عموما خلونا نرجع ريلي أنا مرة أثرت صراحة مع ريلي في آرك أرخبيل شابوندي لما كان يحكي قصته مع روجر ومرض روجر كيف روجر سلم نفسه للبحرية وخلهم يعدموا بالعينية بالرغم من أن ذاك المشهد كان بسيط وفي حانة صغيرة كذا ولكن تأثر ريلي بالمشهد كان جدا مؤثر العلاقة بين روجر وريلي يا جماعة واضح إنها كانت على قدر عالي من الوفاء والإخلاص غير كذا يا جماعة وتعقيبا على جزئية روجر وشانكس ولوفي والرابط المشترك المجهول بينهم ريلي بنفسه راح وأشرف على تدريب لوفي بعد ما شانكس قال له هذاك الكلام لما قال له إنه لوفي قال نفس العبارة اللي قالها شانكس أو نفس العبارة عفوني اللي قالها روجر فريلي راح وترك حياته ودرب لوفي وعلمه كيف يستخدم الهاكي الملكي وجميع أنواع الهاكي وخلا يطور من نفسه خلال هذه السنتين فاللي بقول لكم يا جماعة إنه ريلي بالرغم من إنه من الشخصيات اللي ظهورها قليل جدا إلا إنه فعلا شخصية تجبرك على احترامها وحبها هوة كاريزمة وتقديم شخصية وأول ظهور له كان من أروع ما يكون يا ساتر ونقطة مهمة يا جماعة لازم أتكلم عنها بخصوص إيس طبعا أعتقد واحدة من أكثر الأشياء اللي الناس اختلفوا فيها هل تصرف إيس في حرب المارين فورد صحيح ولا لا هل مفروض كان يواجه أكاينو ولا لا هل موت إيس أصلا خطأ إيس نفسه ولا خطأ مين قبل كل شي يا جماعة لازم نعرف حاجة معينة لازم نعرف شيء مهم جدا روجر اللي هو أبو إيس كان عنده نزعة تجاه القتالات ولا يحب يهرب أبدا ولا يحب يعطي ظهر لأي شخص يبغي قاتله والشيء هذا مو من كيسي الشيء هذا وضحه شانكس لما كان عند قبر إيس واللحية البيضة روجر إذا صار قدام قتال ما يهرب أبدا ويكمل قتال ومن شابه أباه فما ظلم إيس لو أنتوا فاكرين كان عنده نزعة مش بس تجاه القتالات إيس بسبب ماضيها التعيس ومعرفة بمدى كرها العالم لأبوه كان عنده نزعة تجاه القتالات وتجاه الموت بشكل عام لو كمان كان متصالح مع فكرة الموت أصلا لو فاكرين في أرابستا أول ظهور لأيس في شخص كان يحاول يبيعه تفاحة ذهبية قال له خذ قضمة واحدة منها وراح تعيش ألف سنة إيش كان رد إيس عليه إيس قال له ببساطة أنا ما بغى أعيش ألف سنة أنا بغى أعيش اليوم فواضح فعلا أنه إيس أصلا مرة ما هو متعلق بالحياة غير كذا يا جماعة في فلاش باك إيس ولوفي وسابو إيس ضحى بنفسه وقاتل وسط النيران وكان مستعد يموت فهل موت إيس وتضحية إيس بنفسه فكرة جيدة ولا لأه هل قرار إيس أنه يقاتل أكاين ويموت فكرة جيدة ولا لأه الموضوع مش بيدي ولا بيدك ولا راح نوصل لجواب دقيق لا أنا ولا أنت كل واحد بيفهم الموضوع من منظوره بس لما تشوف الموضوع من منظور إيس وشخصية إيس وماضي إيس وتصرفاته راح نشوف إن موت إيس كان خيار مرضي لإيس نفسه يا عمي مات وهو مبتسم في أحلى من كذا بالنسبة لي مثل ما قلت لكم موت إيس جدا جدا زعلني وقهرني للأمانة مثل إنه في الواقع تضحية وشروا اللابدة منه ونهاية تليق جدا جدا بشخصية رائعة وميزة مثل إيس شكاشي الله يكسر كل عظمة فيك أكاينو هيا تعالوا خلونا نتكلم عن فلاش باك إيس ولوفي وسابو واحد يا جماعة من أروع وأجمل الأركات واللي راح أعطي العلامة كاملة عشرة من عشرة من دون تردد تعرفت فيه على أشياء جدا مهمة وجوهرية شفت كيف العلاقة بين إيس ولوفي كانت قاسية جدا في البداية وما قدر لوفي يكسب احترام وصداقة إيس وسابو إلا بعد طلعة روح كونه أصغر منهم وكونه مهبول ومتهور بس الرجال مواقف ولوفي أثبت ولاء وإخلاصه لما خطفوها القراصن هذوليك وعلقوه من يده وجلسوا يعذبوه قالول علمنا عن مكان كنس سابو إيس وبالرغم من التعذيب والضرب إلا أنه ما تكلم يا عمي إيس وسابو من كثر ما كانوا مرة ما هم مؤمنين بلوفي أول من خطف لوفي راحوا يغيروا مكان الكنس كانوا متوقعين أنه راح يتكلم بعد التعذيب ولكن يا بله لوفي ما يتكلم ولا الدراجون ما يتكلم ومن هناك انطلقت أولى شرارات هذه الصداقة والأخوة الرائعة فلاشباك للأمانة كان من أروع الفلاشباكات وأنا أشوف أنه عيب أصلاً أقارنه بأي فلاشباك ثاني لأنه الفلاشباك هذا بالتحديد تبع إيس وسابو ولوفي كان له دور كبير جداً في بناء شخصياتهم وهذه الشخصيات أصلاً تعتبر أحد أقوى وأهم الأعمدة في عالم وون بيس من ناحية تأسيس القصة أقصد شخصية سابو يا جماعة أنا مرة حبيتها وبشكل عام أنا تعجبني دائماً الشخصية اللي تحب تفكر خارج الصندوق سابو مش بس يفكر خارج الصندوق سابو كمان عنده فضول عالي جداً في أنه يشوف الصورة الكبيرة والصورة الحقيقية للعالم اللي خارج الأسوار أو خارج أسوار المدينة النبيلة اللي كان عايش فيها بالرغم من أنه كان عايش حياة كريمة أحلى ملابس أحلى أكل أحلى بيت إلا أنه كان عنده نزعة تجاهها الحياة وشكل الحياة الحقيقي وهذا من أكثر الأشياء اللي خلتني أحب سابو وأي شخصية بشكل عام يا جماعة تحب تشوف الصورة الكبيرة دائماً وترفض إنها تظل عالقة داخل الأفكار اللي يزرعها داخلها المجتمع أنا أحترمها بغض النظر عن إيش كان توجهها سواء شريرة أو طيبة غير كذا جماعة سابو تحول إلى ثوري من دون ما يحس لما شاف حقيقة مدينة النبلاء وشاف الفقر وشاف الطبقية والفساد اللي قاعد يصير داخل مدينته وباشر سابو بدأ يحاول يغير هذاك الشيء وبدأ يحاول يساعد الناس الغلبانة اللي أحرقوا مدينتهم النبلاء تعمي دراجون أول ما قابله على طول شاف عيون ونظرة ثائر تفكير الثوار ونزعة الثوار تجاه الحرية كلها كانت في عيون وكلمات سابو وقتها اللي بقول لكم يا جماعة إنه سابو كان مشروع ثائر من يوم هو صغير أكثر من مشروع قرصان وأعتقد هذا أحد الأسباب اللي خلت دراجون يضم الجيش الثوار الرغم من إنه الأقدار هي اللي ساقت سابو إلى عش دراجون طفل شاف الفقر شاف الثراء شاف الفساد وشاف الصلاح شاف الرفاهية وشاف المعاناة سابو من أرواع وأجمل الشخصيات اللي كتبها أودا يا جماعة نقطة على السطر أنا بس في سؤال محيرني تجاه شخصية قار يعني قار بالحين كان حريص جدا أنه يربي إيس ولوفي حيث يزرع في دماغهم الفكر أو التوجه الخاص بالعدالة أو البحرية بشكل عام تروح تخلي عصابة مجرمين يربوهم كيف تبغاهم يصيروا في البحرية؟ النشأ لها دور كبير المكان اللي ينشأوا فيه له دور كبير عاشوا مع حرامية وصاروا حرامية كانوا يسرقون كنوز ويسرقون من مطاعم ويدخلون مدينة النبلاء يحوسوا أم الدنيا ويفقعوا وبشكل عام السرق أصلا أحد سمات القراصنة ولكن السؤال هل قار بالفعل كان يبغى إيس ولوفي يصيروا مع البحرية ولا كان يبغى يبعدهم عن البحرية بالضغط عليهم يخليهم يكرهوا البحرية بحيث يصيروا شيء ثاني شؤال يراودوني صراحة جزيرة البرمائين أو جزيرة اليوجين ياه يا جمال الأرك هذا يا جماعة والأسرار الرهيبة اللي انكشفت فيه الأرك هذا كان فيه استعراض قوي جدا لطاقم قبعة القش أو لقوة طاقم قبعة القش كل واحد للأمانة في هذا الأرك تقريبا كان له دور مهم جدا في مسار الأحداث وكل ماله أودا يثبت لي فكرة أنه لوفي مش بس راح يصير ملك القراصنة لوفي راح يكون نقطة التغيير في كل مكان يحط رجله داخله تاريخ كامل من الكراهية والحقد في جزيرة البرمائين على البشر دفن لوفي تقريبا وكان سبب في تغيير نظرة البرمائين للبشر والقراصنة بشكل عام لوفي قدر يكسب احترام وتقدير شعب جزيرة البرمائين بكل سهولة لو كمان أسقط لهم الشرير هودي جونز وكسر شوكته ولكن عشان أكون صادق معاكم يا جماعة أرك جزيرة البرمائين في وسطه كذا تقريبا في خمس أو ست حلقات كان فيه كمية هائلة من التمطيط جابت لأم النوم ولكن للأمانة الشباب وضحوا لي وقالوا لي يوجيه أنه في المانغا ما كان فيه كذا تمطيط أبدا بالعكس كان مرة رائع الأرك ولكن الستيديو الزبال هذا لا يهديهم بس وبما أننا نتكلمنا عن التمطيط يا جماعة صراحة يعني كل أرك في وان بيس يأخذ نصيبه من التمطيط بشكل أو آخر تمطيط كثير ولا تمطيط بسيط كل أرك فيه كمية من التمطيط ولكن مثل ما كلنا عارفين هذا مش عيب الكتابة إنما عيب الستيديو طيب خلونا نتكلم عن الأشياء المهمة في أرك زيرة البرمائين أول حاجة يا جماعة عندنا السلاح المرعب بوسيدون واللي يعتبر قوة هائلة ومرعبة قادرة على تدمير العالم كله سلاح بوسيدون يا جماعة قادر أنه يتحكم بملوك البحر ويسخرهم بشكل كامل تحت إرادته طول الأنمي وأودي لمح لنا للسلاح الأول اللي هو بلوتون وكيف إن السفينة هذه عندها قدرة هائلة ومخيفة لتدمير العالم ومدري إيش وكان في لها تفاصيل وكلام كثير جدا في أرك ووتر سيفن ولكن طلع فيه سلاح ثاني اسمه بوسيدون والسلاح هذا طلع عبارة عن قدرة لدى حريات البحر يظهر كل مئة سنة مدري كل مئتين سنة مش فاكر بالضبط وهذه المرة كان من نصيب الحورية العملاقة شراه وشي أتوقع كذا كان اسمه ورثت هذا السلاح وصار عندها القدرة إنها تتحكم بملوك البحر يا جماعة في فريم رائع لهذه القدرة عجيب عجيب جدا لما كان التنين السماوي ماسك الملكة ويهددها بالسلاح ظهروا ملوك البحر كذا وشالوا سفينة التنين السماوي يقلع أم المنظر المرعب كثير من المتابعين كان يقول يا وجيه والله شكاله لحوش تضحك إيش الحلو في الموضوع بالنسبة لي يا أنا ما ركز في شكالهم أنا ما علي في شكالهم ورسم أودا الغريب لا أنا شفت الفريم بهيبة وعظمة وتصميم مرعب يعمي حجم ملوك البحر مقارنة بحجم أي شي ثاني فون بيس مختلف تماما يقلع أم الفريم القوي اللي وصل فكرة السلاح بوسيدون بأفضل طريقة لو كمان طلع فيه سلاح ثاني إيش كان اسمه؟ أورانوس أنا والله مش فاكر في أي سياق إن ذكر هذا السلاح بس المشرفين ذكروني باسمه ولكن ما علينا صراحة أنا من يناوي أشغل بالي في التفكير كفاية عندي أسئلة كثيرة حطها في رأسي أودا شكاشي الليلة يا ليلة إلى أين يا أودا؟ يجاوب لك على سؤال ويطرح لك مئة سؤال ثانية يجاوب لك على نص إجابة ويطرح لك عشرة أنصاص جديدة هني أم الكتابة وأسلوب التشويق اللي عندك يا أودا يا مجرم لا وكمان طلعت لنا رؤية مدام شارلي شارلي صاح؟ اللي شافت فيها إنه لوفي راح يدمر جزيرة البرمائيين بالكامل أنا توقعت إنه أوكي رؤيتها ممكن تكون غير واضحة ممكن لوفي فعلا راح يدمر جزيرة البرمائيين ولكن في سبيل حماية جزيرة البرمائيين بطريقة ما ولكن يبدو إنه الرؤية ما تحققت أصلا في نهاية الأرك واضح إنه الرؤية اللي شافتها مدام شارلي لسه ما صارت مكرر سؤال جديد يضيف أودا لقائمة الأسئلة اللي فراسي شكرا لك ومش بس كده طلع لنا واحد جديد اسمه جوي بوي العجيب يا جماعة إنه جوي بوي قد يكون واحد من أهم الشخصيات في وون بيس بحكم إنه عاش في فترة القرن المفقود وله علاقة كبيرة ومعرفة كبيرة في أسرار القرن المفقود هذا كاتب اعتذار للبرمائيين في أحد مكاعبات البونغليف يعتذر لهم إنه ما قدر يوفي بوعده لهذه الجزيرة ولكن نوضح في نفس الاعتذار إنه راح يجي شخص من بعده يكمل اللي بدأه بس كده يعطيك أودا كده لقمة صغيرة بطرف الملعقة ويتركك تفكر إلا متى الله أعلم أنا ما أدري هل سفينة نوح ممكن تكون جزء من هذه الأسلحة بطريقة ما ولا إيش وضعها بالضبط وإيش علاقة جوي بوي بهذه السفينة وهذه الجزيرة ولكن كلنا نعرف قصة نوح وقصة سفينة نوح الأصلية هل ممكن أودا يقتبس نفس الفكرة بحكم إنه اقتبس نفس الاسم بحيث البرمائين يستخدمون سفينة نوح للخروج من سفينتهم بشكل جماعي إذا حل عليها الدمار يوما ما بحكم إنه هذا أصلا كان واحد من أحلام ملكة الحريات القديمة كانت تبغى تطلع شعبها وتخليهم يختلطوا مع البشر في العالم العلوي أو في العالم اللي هو فوق الموية فلو تحققت نبوة مدام شارلي واتدمرت فعلا جزيرة البرمائين هل رح يكون لوفي هو اللي يخرجهم من هذه الجزيرة بواسطة سفينة نوح الله أعلم أسئلة كثيرة جات صراحة في بالي بعد هذا الحدث ولكنها تظل أسئلة بلا إجابات يعني إلى أن تجي لها إجابات معينة عموما يا جماعة أرك جزيرة البرمائين للأمانة من أهم الأركات على الإطلاق بالنسبة ليا قدم لنا معلومات جدا مهمة عن البونغليف عن جوي بوي عن سفينة نوح عن الأسلحة العتيقة والأهم من هذا كله الفلاشباك الأسطوري لشخصية فيشر تايقر يا جمال وروعة هذا الفلاشباك يا جماعة فلاشباك مؤلم وقاسي ومؤثر ويقهر يا لطيف ولكنه على الأقل أعطاني إجابات لبعض الأسئلة حول البرمائين وعلاقتهم مع البشر والماضي الأسود للاستعبات اللي كان يتم بواسطة التنانين السماوية عليهم فيشر تايقر يا جماعة بحد ذاته شخصية جدا جميلة وكافح وقاتل الشر اللي بداخله بطريقة مرة مؤثرة ونهايته كانت مرة رائعة ومؤثرة وملهمة لكثير من البرمائيين إلا آرلونغ وهودي الزبالين وكرر أنا ما ألوم أي شخصية شريرة دام إنه في مبرر لشرها الظروف شكلتهم بهذه الطريقة وليقوا النهاية اللي يستحقوها في النهاية في مشهد رائع جدا يا جماعة في فلاشباك فيشر تايقر لما أخذوا الطفلة كوالا ووصلوها لأهلها غض النظر عن كوالا يا جماعة في جزئية جدا مهمة أشار لها أهدى وهي إنه كيف كانوا التنانين السماوية يحطمون إرادة الأشخاص اللي يستعبدوهم لدرجة يخلوهم يخافوا من أتفه الأسباب فكانوا يحطمون إرادة الأشخاص المستعبدين عندهم لدرجة مخهم ينعطف ممكن بعد فترة يشوف الباب مفتوح تقول الأهرب يخاف يهرب من كثر ما إرادته جدا محطمة فيشر تايقر كان يقول لا أحنا ما بنؤذيك يا بنت الحلال وكانت مصرة تنظف وتضحك وكذا ما تبغى تبكي خايفة كوالا يا جماعة كانت مبتسمة بطريقة جدا مؤثرة بسبب تحطيم إرادتها بواسطة التنانين السماويين عليهم من الله ما يستحقون فبشكل عام يا جماعة فلاشباك فيشر تايقر وآرلونغ وجيمبي وكوالا كان جدا رائع ومن أجمل القصص اللي رواها أودا في آرك جزيرة البرمائيين والعجيب إيش إنه كوالا لاحقا انضمت للجيش الثوري أنا مش عارف السبب للحين وكيف انضمت كوالا للجيش الثوري ولكن نرجع لجزئية الثائر أو عقلية الثائر دائما لها جوهر معين وهو السعي تجاه الحرية كوالاو هي صغيرة كانت تسعى للحرية بالرغم من إنها مستعبدة بس كانت تبغى الحرية كانت تبغى تروح عند أهلها وصارت ضمن الجيش الثوري سابو هو صغير كمان كان يسعى تجاه الحرية وصار ضمن الجيش الثوري وفكرة الثوار والجيش الثوري بشكل عام أصلا مبنية على مبدأ الحرية والسعي نحو الحرية والانقلاب على الحكومات الفاسدة أو دا يا جماعة الخير ماهو طبيعي أبدا شايفين كيف بنى شخصيات بشكل معين ووظفها بشكل معين وخلها توصل لنقطة معينة بطريقة جدا رهيبة أو دا يا جماعة الخير آدمي ماهو طبيعي أبدا اللي جالس يسويه في كل آرك يوريك إنه صاحب عقلية عبقرية جدا سواء بالاقتباسات التاريخية اللي يعرف كيف يوظفها لصالح قصته أو من ناحية التعقيدات والترابط العجيب اللي يسويه داخل عالم وون بيس واللي بالمقابل وأكيد رح يخدم عالم وون بيس من ناحية الكتابة والحبكة معلومة مهمة برضو لازم أذكرها يا جماعة اللي هي قدرة لوفي على التواصل مع ملوك البحر بغير علمه أو الوصفة الدقيق لها إنه لوفي يقدر يسمع صوت ملوك البحر كيف؟ إزاي؟ شلون؟ لماذا؟ أنا مش عارف ولكن اللي أعرفه إنه روجر كان عنده نفس القدرة وسمع صوت ملوك البحر في مرحلة ما وروجر كمان في جزيرة السماء عرف يقرأ البونغليف لا غلط مو كده قدر إنه عن طريق صوت الكون إيش هو الصوت اللي خاطب روجر الله واعلم في جزيرة السماء عن طريق الأصوات هذه عرف كيف يقرأ البونغليف طيب لحظة يا جماعة بما إنه لوفي وروجر عندهم القدرة المشتركة هذه هل ممكن شانكس يكون عنده نفس القدرة برضو؟ سؤال يرغودوني صراحة المشكلة إنه شانكس للحين ما ظهر إلا مرات معدودة وما زال لغز غامض بالنسبة لي بس أنا أعتقد طالما إنه في عبارة رددها روجر ورددها من بعده شانكس وقالها من بعدهم لوفي العبارة المجهولة اللي قلت لكم عنها معناته إنه قد يكون فيه صفات مشتركة ما بين الثلاثة هذولي لوفي وشانكس وروجر مش فقط العبارة المجهولة اللي قالوها ممكن كمان يكون فيه صفات معينة مشتركة بينهم مثل سماع أصوات ملوك البحر وأصوات الكون أو أياً كان الصوت اللي سمعه روجر في جزيرة السماء والله أعلم وقبل ما نروح لأرك بانك هزارد وأرك دريس روزا اسمحولي بس أطبل شوية لمشهد لوفي لما كان يحاول يدمر سفينة نوح واللي هو المشهد اللي قدر يسمع فيها أصوات ملوك البحر مشهد كان رائع جداً واستعراض مهيب للقوة اللي وصلها لوفي بعد السنتين أصلاً ملوك البحر قالوا للحورية لو ما إحنا وقفنا السفينة لوفي كان حيدمرها كان حيكسرها ويفتت أبو جدها كان راح ينقذ جزيرة البرمائين بالفعل مشهد رائع جداً واختتم الأرك بمشهد ثاني دمر كل العادات والتقاليد اللي بين البشر وما بين البرمائين واللي هو تبرع جيمبي بدمه للوفي واللي يعتبر شيء محرم ومنبوذ عند البشريين وعند البرمائين وبالحديث عن جيمبي يا جماعة أنا أعتقد أنه راح يكون واحدة من أروع وأجمل الشخصيات اللي ممكن نشوفها في المستقبل فضلاً عن أنه قال للوفي راح أنضم لطاقمك بعد ما طلب لوفي منه الانضمام قال له راح أنضم لطاقمك لو حصلت الفرصة أو لو خلصت حاجة معينة ما نفاكل بالضبط حتتخيله بالله جيمبي طاقم قبعة القش لو تصير فعلاً أحلى وأروع إضافة بتكون طاقم لوفي يا جماعة أصلاً مميز وكل ما له تتضح عليه علامات التمييز أكثر وأكثر عندنا زورو السياف المجنون القوي الرهيب اللي كل حاجة فيه رهيبة شبر الحيوان اللي أكل فاكهة الإنسان سانجي الطباخ وصاحب القدم القوية روبين المهتم بالتاريخ والبونغليف وأشياء ثانية بروك الهيكل العظمي فرانكي نامي وأخيراً أوسب اللي الله يهبله شجاعة فيه كوليكشن مرة رهيب في طاقم قبعة القش ويجي كمان معهم جيمبي برمائي يا سلام اطربني يا أودا وقل لي إنها راح تصير يا رب بانك هزارد وبعده دريس روزا أنا ما ودي أطول كثير صراحة في الكلام عن هذا الأرك بس أرك بانك هزارد يا جماعة يعتبر جيد بالنسبة لي أوكي استمتعت فيه بس يظل جيد أوكي جواب على أسئلة وطرح أسئلة كان فيه لحظات أكشن مرة جميلة بس يعتبر أرك جيد مقارنة بالأركات القديمة اللي شفناها وأرك دريس روزا اللي بعده عموماً أنا مش مصدوم من كمية الأسئلة اللي انطرحت داخل هذا الأرك بقدر ماني مصدوم إنه جزيرة بانك هزارد نفسها كانت جزيرة عادية في الأصل ولكن أوكيجي وأكاينو الله لا يعطي أكاينو العافية بغي تدعي على أوكيجي لا ما دعي عليه قامت بينهم معركة حامية الوطيس داخل هذه الجزيرة من قوة المعركة اللي صارت بينهم الجزيرة تحولت إلى قسمين قسم جليت وقسم حمم أنا توقعت أن من قوة القتال اللي صار بينهم الجزيرة تحولت ولكن طلعت معلومة إضافية في دريس روزا وضحت هذه الجزئية أكثر لما قال دوفلمينغو اللوفي أنه في مرحلة ما لآكلي فواكه الشيطان إذا وصلوا لهذه المرحلة يصير عندهم قدرة عالية جدا في تحويل كل شيء المسوك إلى شكل من أشكال الفاكهة اللي هم ماكلينها واللي هي مرحلة الإيقاظ يعني أكلي فواكه الشيطان لو قدروا يوصلوا لهذه المرحلة يصير عندهم قوة مرة عجيبة إنهم يحولوا كل شيء يلمسونه إلى أصل فاكهتهم ماك الفاكهة الجليد يحول كل شيء حوله إلى جليد مش بس الموية أي شيء يلمسه يصير جليد ماك الفاكهة الحمم يحول كل شيء حوله إلى حمم ونار عاد لك أن تتخيل وش بيصير لو كزروا مثلا كذا راح وفعل الخاصية هذه في مكان ما عما ما عاد بالناس بتشوف كل شيء بيصير نور ولك أن تتخيل لو لو في وصل لهذه المرحلة إيش بيصير ماني قادر أفكر موخي يهنك إيش بتصير الدنيا مطاط إيلي بقول لكم يا جماعة أن أودا فتح لنا باب وراح يفتح لنا آفاق جديدة واستخدامات جديدة لفواكه الشيطان أنا توقعت جزئية أن فواكه الشيطان قد يكون في تدخل بشر إلى صناعتها ولكن طلع أوكي فيه فواكه طبيعية وفيه فواكه مصطنعة وبالفعل في بانك هزارد اكتشفنا أنه بعض فواكه الشيطان أو بالتحديد الفواكه من نوع زون قابلة لإعادة البناء أو إعادة الصنع وأوريدي كايدو أصلا عنده مئات منها لو صراحة يا جماعة كان وما زال شخصية غامضة بنسبة جيدة إلى الآن بالنسبة لي أوكي فيدرس روزة تعرفت عليه أكثر وبشكل أكبر وخفت كمية الغموض تجاه شخصيته بشكل كبير ولكني أحس أنه ما زال مخبي لنا أشياء جدا كثيرة وتفاجأت صراحة بقوة وقوة فاكهته المرعبة يا رجل لاو قص فيرق ونصين وقص جزيرة بانك هزارد بكبرها نصين هذا بحد ذاته يوريك أن لاو قوة لا يستهان بها أبدا غير قوته وقوة فاكهته العجيبة والرهيبة واللي أشكر أم أودة على كتابته المميزة لها تضح أنه في قدرة من قدرات فاكهة لاو تمنح الخلود لأي شخص ولكن بمقابل وفاة صاحب الفاكهة نفسها أنا ما وديت فلسف كثير صراحة بس معلومة زي كذا ما يذكرها أودة عبث ممكن نشوف توظيف لهذه الجزئية في المستقبل والله أعلم حلو أنا أكلمكم كأنكم قاعدين تتابعوا الأنيمي معايا بس أنا أحب أتكلم كذا أكلم الكل ما أكلم نفسي بس في لحظة يا جماعة كانت جدا جدا رائعة لزور في بانك هزارد لما لوفي خسر بواسطة سيزر في المرة الأولى زورو قال كلام للوفي فعلا حسيت أنه ناضج زورو فعلا ما هو متهور ومضيع قال للوفي هيه إذا إحنا بنخسر من أول رحلة لنا في العالم الجديد وإش فايدة أمه السنتين اللي جالسة نتدرب فيها وبالفعل لوفي حسب حكمة زورو وقتها وصار يتعامل مع الموضوع بأكثر جدية الموضوع مش تبهللة الوضع في العالم الجديد مش خذني جيتك غلطة واحدة ممكن تغلق أمه الليلة وتقفل لنا أنيمي وان بيس سيزر صراحة في البداية كنت متوقع أنه أوه والله شخصية مرة خطيرة أوكي هو خطير بس أنه ما عنده شخصية طلع مجرد لعبة وبيدق يحرك الدوفلمينغو على راحة وبالحديث يا جماعة الدوفلمينغو للأمانة شخصية مرعبة مرعبة جدا مجسد الشر كما لم يجسده أحد من قبله أنا لما كنت أغلط على الدوفلمينغو في البثوث المتابعين كانوا يحسبوني ما أنا معجب بالشخصية الشخصية ما يعجبتني أنا أغلط عليه أنه شرير ومرعب يخرب بيته هيبة وحضور وفخامة وشر مطلق ما بعده شر والأحلم من كده أنه أودة أعطاه مبررات لكمية الشر اللي داخله لو في أحد بسبه وأشتمه من جد فهو أبو دوفلمينغو الخبن أوكي قررت تصير بشري طبيعي يا سبك خطوة ومبادرة طيبة الله أعطيك العافية بس أروح تسكن لي في قصر وتعرف بنفسك للعالم على أنك تنين سماوي وين مخك عقلك وين لا يا جماعة توقع أنه التنين السماوية فعلا سبايت تكبروا شوفة النفس والفوقية اللي هم فيها ما سوت فيهم خير بس حقيقة يا جماعة شخصية دوفلمينغو من أكثر الشخصيات اللي أرعبتني وسببت لي توتر طول ما هي عائشة وغير أنه التنين سماوي في الأصل وعنده رؤية مرة معفنة للبشر عنده قوة مرة خطيرة وفاكهة شيطان وهاكي ملكي يخي ببيت بليس وقوي يا رجل جيوش ومحاربين وقراصنا في دريس روزا عجزوا يوقفوا القفص القفص بس القفص وقفوا وقفوا القفص ما حد قادر يوقفوا لوفي بالجير الرابع ما قدر يسوي شيء للقفص لما سقت دوفلمينغو بطلعة الروح قدروا يوقفوا القفص وقتها أقسم بالله دوفلمينغو من الشخصيات القوية والمرعبة اللي ما رح أنساها أبدا دايم يا القوة حقيقي جوكر اسم على المسمى دريس روزا يا جماعة بالرغم من كمية التشاؤم اللي وصلوا ليها المتابعين عن هذا الأرك وبالرغم من أنه أخذ نصيبه من التمطيط بواسطة الاستيديو إلا أنه بالنسبة ليه يعتبر واحد من أروع واجمل الأركات صراحة كشف أسرار كثيرة قدم شخصيات كثيرة جديدة ورهيبة وكان سبب فيه تطور لوفي وزوره بشكل واضح القيل الرابع أنا صابتني حيرة في فهمه وفهم آليته وصابتني حيرة في وصف تصميم القيل هل هو فخم ولا عشوائي ولا فوضوي النظرة الأولى كده من البداية خلتني أشك يا ولد إيش اللي صاير ولي زاد الطيم بل أول ما تحول لوفي للقيل الرابع دفلمينغو جلس يضحك وأنا جلست أضحك معها صراحة ما عرفت إيش يزوي بس صراحة من ناحية التصميم القيل الرابع من الجزء العلوي كان من أروع ما يكون فخامة ومنظر رهيب يا ساتر ولو في أحد ممكن نثني عليه صراحة برضو فهي مؤدية صوت شخصية لوفي في الأداء الصوتي للقيل الرابع كان أداءها جدا رهيب ويفوق الوصف عموما بهض النظر عن تصميم القيل الرابع وغيره أنا للأمانة مرة مبسوط أنه لوفي صار أقوى والقيل الرابع أكيد أضاف للشيء الكثير وأعطاه مساحة جديدة وكبيرة للإبداع في المشاهد القتالية والتقنيات عد صدقون أني نسيت يا جماعة معلومة مرة بسيطة نسيتها تماما نسيت يا جماعة أنه لوفي بعد السنتين معتصار يصير حجمه صغير لما يسوي القيل الثالث نسيتها تماما كيف نسيتها لو ما أنه محمد النعام يذكرني ولا والله كنت بنسى لوفي قدر يسيطر على القيل الثالث بحيث معادي يرجع حجمه صغير كيف مرت عليها والله مدري كيف والله أنا مفهي غير كذي يا جماعة المرحلة اللي وصل لها لوفي من القوة جدا عجيبة في ساحة المعركة لما لوفي كان يقاتل علشان ياخذ فاكهة إيس المعركة بالنسبة لوفي كانت استهبال مرة مو قاعد يبذل أي جهل كانوا قاعد يطقطق قاعد يتمرن قرب كسر له راسه لوفي أخذوا طقطق وكسر أم الحلبن والصيم براسه أوكي كان في أخذوا عطا لوفي في هذه القتالات شي بسيط بس صراحة أنا متأكد لو لوفي كمل القتال إلى آخره كان راح يفوز ويأخذ فاكهة إيس ويمش اللي بقول لكم النتيجة بالنسبة لي لوفي كانت محسومة من ناحية القتال في هذه الساحة ظهور سابو يا جماعة أنا جلست أصيح في البث يا الله يا المفاجأة يا الله يا الكتابة يا الله يا أودا يا محشش يا ظالم يا شيخ إذا هذا مؤفضل توظيف لحدث موت إيس وفاكهة إيس أنا ما أعرف وش ممكن يكون تخيلوا لوفي وإيس فقدوا سابو من يوم هم صغار ونسيوا فكرة أنه بيكون حي أبدا بعدين إيس مات ولوفي وصل لمرحلة عالية جدا من اليأس وألم الفقدان فجأة وبدون مقدمات يطلع سابو عايش ويروح يشق أم اللي ما ينشق وياكل الفاكهة تبع إيس يا جمال هذا الحدث يا جماعة حدث رائح يا عمي لو الحدث هذا أقدر أقيمه من عشرة ما رح أقيمه أقسم بالله حدث فوق التقييم فاكهة إيس راح تلسابو جيبوا لي نهاية أحلى من كذا الفاكهة إيس أتحداكم بعد كذا يا جماعة عندنا فلاشباك لاو وكورازون يا الله منك يا أودا مبدع مبدع في كتابة التعاسى الله وكيله فلاشباك برضو كان من أروع ما يكون ومثل ما تعودنا من أودا ماضي لاو وطفولة لاو ووصوله إلى دوفلمينغو فلاشباك للأوانة جدا جميل فلاشباك مرة مميز وبالرغم من أنه أودا أعطاني فهل فلاشباك إجابات بسيطة لإرادة الدي أخيرا إلا أنه إرادة الدي صارت محيرة أكثر وأكثر الله يسامحك يا أودا تعبت أسئلة حياتي صارت كثيرة غير كذا يا جماعة كورازون كورازون يا جماعة من ألطف الشخصيات شخصية لطيفة لطيفة وكان له دور مهم جدا في تكوين وبناء شخصية لاو ونهاية كانت مرة مؤثرة وتضحية لابد منها لأنه لولا موت وتضحية كورازون لما شفنا لاو بنفس الشكل اللي شفناه فيه غير أنه علاقة لاو وكورازون كانت علاقة جدا رائعة وتمنيت أنها ما تنتهي للأسف ولكن مثل ما قلنا تضحية وشروا لابد منه جون دي سان آه يا جون دي سان من جديد أودا خلاني أصيح علشان سفينة وخلاني أصيح علشان حوت اسمه لابون الحين رجع وخلاني أصيح علشان دمية الله أكبر عليك يا شيخ أرحمني واحدة من شخصياتي المفضلة في أرك ديرس روزا لا محالة هو جون دي سان وجيه يقول اسمه صاح الله يرضى عليك أوكي كيروس توقع كده اسمه صاح أتكلم عن فخامة الشخصية الحقيقية ولا أتكلم عن روعة وجمال قصته مع زوجته وبنته ولا عن المعاناة اللي جسدها في كيانة دمية هذيك إنك تتحول إلى دمية هذي بحد ذاتها مصيبة هيا تخيل إنك تتحول إلى دمية وكمان الناس تنسى مين أنت ما حدي يعرفه تنمسح من ذاكرتهم تماما يا الله يا لطيف إيش المعاناة هذه قصة رائعة جدا وتضحيات مؤثر قدمها كيروس ولكنه للأمانة في نهاية الأرك حصل على نهاية مرضية ومناسبة بالنسبة لي أنا زعلان بس والله على شخصية سينيور يا جماعة الخير خلونا من منظرها الغريب وملابسه الغريبة وخلونا نشوف الصورة الحقيقية اللي جالس يحاول يوصلها أودا لنا الحزن الفقدان الحب يخليك تسوي أشياء غريبة فعلا فكرة إنه صار يلبس ملابس أطفال ورضاعة هي مجرد رمزية ترى لكن فعليا الفقدان الألم المعاناة الحزن اليأس رح يخلوك تكتشف أشياء غريبة عن نفسك رح تكتشف إنك مستعد تسوي أشياء كثيرة إذا وصلت للمرحلة اللي وصلها سينيور رح يخليك تكتشف إنك مستعد تسوي أشياء عمرك ما كنت تتوقع إنك تسويها في سبيل إنك تخفف من حدة الحزن والمعاناة والهم اللي سيطر عليك سينيور وقصته مع طفلته وزوجته حدث متكامل من أول إلى آخر وعشرة من عشرة ماتوا في حقه أبدا من شخصيات مفضلة سينيور في هذا الأرك بلا شك ونقطة مهمة برضو يا جماعة في دريس روزر أنا كان عندي اعتقاد إنه مستحيل أحترم البحرية نهائيا حتى أوكي جي اللي كنت معجب شوية بشخصيته اكتشفت إنه صار في صف اللحية السودة في صف اللحية السودة يا ظالم روح في صف دوفلمينغو أنا راضي لا تروح في صف اللحية السودة الكريه هذاك شكاشي أنا أعتقد إنه انضمام أوكي جي إلى اللحية السودة تم لحاجة في نفس أوكي جي نفسه وما زلت مؤمن إن أوكي جي فيه خير بطريقة ما يكفي إنه عارض فكرة إن أكاينو يصير هو القائد الأعلى للبحرية هذا بحد ذاته يورينا إنه يستعى لتغيير مفهوم العدالة الملوثة في البحرية وهذا برضو اللي خلاني أعتقد إن انضمامه لللحية السودة مش علشان اللحية السودة أبداً إنما لأسباب مجهولة أتمنى إنها فعلاً تنكشف لو كلامي صح ولكن بعيداً عن أوكي جي وبعيداً عن أكاينو فيه شخصية فخمة جداً أعطتني بصيص أمل في البحرية وتم تقديمها في أرك دريس روزا وهي شخصية الأدميرال في جيتورا إشو أنا مع أوكي جي ومع إشو زاد أملي في إنه البحرية ومفهوم العدالة الملوثة اللي عندهم قابل للتحسين مع إني متأكد إن حكومة العالم وأكاينو مستحيل يسمحون بهالشي بسهولة ولكن على الأقل فيه مساحة فيه أمل بسيط إنه وجود أشخاص مثل أوكي جي ومثل إشو رح يساهم في تغيير مفهوم عدالة البحرية الملوثة اللي جالسة طبقة البحرية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وإنهاية أرك دريس روزا وفضحه لحكومة العالم والبحرية أنا أشوف إنها خطوة أولية وممتازة جدا من إشو وما زال عندي أمل إنه العدالة الملوثة اللي قاعد طبقة البحرية ما زال فيه أمل إنها تتعدل أو تتحسن على الأقل فشخصية إشو يا جماعة برضو من شخصيات المفضلة في دريس روزا لا محالة أي نعم ما زال مفهوم العدالة عنده موجود وحسوا بالعدالة النظيفة عالي جدا ولكن على الأقل إشو ما عنده مفهوم العدالة المرفع اللي موجودة عند البحرية وهذا الشيء اللي مطمن وهذا الشيء اللي مخليني أحبه ولكن للأمانة يا جماعة عالم وان بيس عالم قاسي جدا والجريمة فيه موجودة بقدر عالي جدا ولولا مفهوم العدالة الملوثة كانت دنيا انقلبت فوق تحت في النهاية الموضوع زي ما قلت زمان يحتاج شوية توازن شوية خير من هنا شوية شر من هنا من هنا قراصنة ومن هنا بحرية ومن هنا ثوار في توازن معين لازم يتم بشكل معين واللي راح يصير عالم وان بيس فوضى وراح تفقد حكومة العالم والبحرية هيبتهم ببساطة ويصير الموضوع سبه للو اللي تحيا البحرية قوة ولها قوانين سواء بدافع الخير أو بدافع الشر وجودهم مهم القراصنة قوة ولهم قوانين سواء بدافع الخير أو بدافع الشر ووجودهم مهم برضو والثوار قوة برضو ولهم قوانين ولكن الثوار غالبا هدفهم الحرية واستعادة حقوق الإنسان وما إلى ذلك أسوأ حدثين بالنسبة لي في أرك دريس روزا كان هزيمة شقر بواسطة أوسف وخيانة بيبي فايف لدوف لامينغو بكل سهولة مع أنه أودا حاول يعطينا مبرر قدر الإمكان لكل الحدثين هذولي بس للأمان أنا ما شريت ولا عجبتني ولكن نرجع ونقول إيش في مسارين لوون بيس هذه الحدثين بالذات شيء لودي على المسار الثاني على طول المسار الثانوي اللي ما يهم الجيش الثوري يا جماعة ما زال علامة تعجب كبيرة في وقراسي برضو وما الثوار بشكل عام مفهومهم في العالم الحقيقي إنهم يسعون للإنقلاب ضد الحكومة في أي دولة يسكنوها والهدف غالبا يكون بسبب معارضتهم لسياسة الدولة والقمع وأي أن كان فغالبا هدف جيش الثوار في وون بيس لنفس الشيء وهذا الواضح أصلا ولكن برضو أحس أني أحتاج أعرف أكثر عنهم وعن دراغون وعن كومة وعن أي شيء له علاقة بالجيش الثوري وإيش هدفهم بالتفصيل غير الإنقلاب على حكومة العالم معلومة مهمة برضو يا جماعة بخصوص شخصية لوفي أنا من بداية متابعتي للأنيمي وأنا أشوف لوفي ينجو ويكافح وينتصر دائما وأحيانا يوصل إلى حفة الموت ويرجع ينجو وينتصر في النهاية وأحيانا ياخذ خطوات جدا متهورة ويرجع ينجو وينتصر في النهاية في نهاية أرك دريس روزة يا جماعة تكلموا عن القدرة والمشيئة الإلهية وإذا في شيء واحد فهمته من هذا الكلام وهو إنه في حراك خارق للطبيعة قاعد يصير في الخلفية ما أحد يعرفه في حراك مجهول المصدر قاعد يصير ويساعد لوفي إنه يحقق كل أهدافه يا عمي لوفي في بداية الأنمي دخل داخل برميل وخرج من داخل دوامة ونجا انشق صدره بوسطة أكاينو ونجا اتسمم في الأمبل داون ونجا طب وسط مدري كم جندي في أرك المارين فورد وبرضو نجا اللي قاعد أفهمه إنه في حراك غير طبيعي ومجهول المصدر قاعد يصير في الخلفية في قوة مجهولة جالسة تدعم لوفي إيش هي أنا ما نعارف هل هي إرادة الدي هل هي شيء فعلا مجهول ولوح علاقة بالقوة الإلهية والقدر ولكن كل الإشارات وكل الرمزيات اللي طلعت في الأنمي تقول إن لوفي هو الشخص المختار وفيه قوة من نوع مجهول قاعد تساعده وتدعمه سواء حس بهذا الشيء وإلا ما حس فيه وبطبيعة الحالة جماعة لوفي هو الشخصية الرئيسية في وون بيس أكيد أودا مش ناوي يقتلوا في النهاية ولا قريب ولا حتى بعيد ولكن كونهم طرحوا فكرة القدر والقوة الكونية المجهولة وقدرة لوفي العجيبة في التواصل والتأثير على الناس من حوله وكسب احترام الناس من أخيار ومن أشرار هذه توريك فعلا إنه لوفي شخصية عظيمة وراح يكون لها مستقبل جدا مبهر في عالم وون بيس أنا أدعو الله بس إنه أودا ما يتورط في نهاية وون بيس لأنه كتب عالم جدا جدا معقد ولا أدري كيف ممكن يقفله وتذكروا حاجة مرة مهمة يا جماعة من أكثر الأشياء المرعبة وأكثر الكوابيس اللي ممكن تطارد أي كاتب في هذا العالم وإنه كيف ينهي قصة اللي بدأها فما بالكم بأودا اللي بدأ قصة من قبل ثلاثين سنة أتمنى بس وأنا مؤمن إن شاء الله إنه أودا بعقلية وفلاحة وشيطانة وعبقريته إنه راح يكتب نهاية ممتازة لون بيس نقطة إضافية جماعة بخصوص الهاكي وموازين القوة في وون بيس لازم أتكلم عنها الهاكي وأي قوة ثانية غير فواكه الشيطان كان لابد من إنها تظهر عاجلا أم آجلا لأنك لو بتخلي فواكه الشيطان هي القوة الوحيدة في عالم وون بيس راح يواجه أودا صعوبة في إنه يرسم ويبتكر قتالات منطقية تخدم قوانين عالم فالهاكي والفنون الستة وأي قوة ثانية أنا أشوف إنها واحدة من أروع الإضافات اللي عملها أودا للقصة وأعطى التوازن رهيب وجميل جدا وعمق ممتاز لون بيس علشان تصير قوي في وون بيس مو لازم يكون عندك فاكهة شيطان تقدر تطور مهارات الهاكي وإذا أنت محظوظ ممكن يكون عندك هاكي ملكي ورح تقدر تاكل عيش وتقاتل أي شخص عنده فاكهة شيطان إذا قدراتك عالية في الهاكي فموازين القوة في وون بيس إلى حد ما وصلت أشوفها جدا ممتازة وبالعكس بعد ظهور الهاكي والفنون الستة أنا صار عندي صعوبة جدا في إني أتوقع نتائج القتالات وختاما يا جماعة عندنا تقديم شخصية كايدو المرعبة أنا ما راح أقول أنه تقديم أودا لشخصية كايدو عشرة من عشرة ولكن راح أقول أنه تقديم شخصية كايدو كان شيء يفوق التصور لما قالوا كايدو زمان كنت متوقع شخصية عادية ممكن قرصان ضخم عضل قصير دب مربع الله واعلم بس يطلع بهذا الحجم وهذه القوة وهذه الصفات أبدا ما توقعت فكرة أنه جالس يحاول يموت وماهو قادر يموت هذه بحد ذاتها توردي قد إيش الشخصية هذه أصلا ما راح يكون همها شيء يعني إذا صرت قدامها ما تدريش راح يسوي له الموت هو الشيء الوحيد اللي يخلي الشخصيات تخاف من أنها تقاتل أو تنسحب هذا ما عنده شيء يخليه ينسحب راح يقاتل إلى متى الله واعلم حطوه على حبل المشنقة انقطع الحبل طعنوه انكسرت الرماح حاول يقطع راسه بالنصر الحديدي انكسر النصر الحديدي هذا اللي قالوا لك يونكو هذا اللي قالوا لك واحد من الأباطرة يخرب بيت أم القوة والتقديم المرعب ومن انساش المقولة الرائعة اللي ذكرت إذا بتراهن على قتال شخص ضد شخص وكان أحدهما كايدو راهن على كايدو عزيزي الوجيه هيا بالله كيف بيسوي لوفي والشلة مع الجحش هذا كيف راح يهزموه أوكي ممكن يهزموه كيف يقتلوه أوكي ما يقتلوه إيش بيسويه هيا هبل أنا لايك من صوابعك الحلوة عزيزي الوجيه إذا عجبك الفيديو واشترك في القناة وخلينا نوصل 300 ألف مشترك وإن شاء الله إذا خلصت إجازة المرضية على خير وإذا تمت العملية الجراحية على خير بمشيئة الله راح نرجع أقوى وأفضل ونكمل رحلتنا مع هذا الأنمي الرائع أنمي وان بيس أعطيكم العافية يا جماعة كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم